موسيقى السلام عليكم نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المجلس الرئاسي يؤجل الإعلان عن تشكيلة الحكومة لـ 48 ساعة وكوبلر يحص على الالتزام بالجدول الزمني الجديد وضمان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أسرع الوقت المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع عاقلة صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب أسباب رفض بعض النواب للاتفاق السياسي الموقع في السقرات عسكري ورشفانة يمهل تجمعات المسلحة 72 ساعة لمغادرة المنطقة ويحذر من محاولات الزج بورشفانة في حرب لدخول طرابوس أهلا بكم أجل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الإعلان عن تشكيلة الحكومة لمدة 48 ساعة وذلك من أجل استكمال ما تبقى من ترتيبات إعلانها وفي بيان له صباح اليوم أكد المجلس أنه في حالة عقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وفقا للمواعيد المحددة وأوضح المجلس أن هذا التأجيل مهم لاستكمال ما تبقى من الترتيبات والتوصل إلى تشكيلة تلبي أكبر قدر من تطلعات الشعب وأكد المجلس إدراكه لخطورة المرحلة تجاه الوطن والمواطنين معلنا العزم على إنجاز مهمته الأولى بأكبر قدر من التوافق والتمثيل العادل لكل مكونات المجتمع ومؤكدا أنه قطع شوطا كبيرا ومهما في هذا الاتجاه بحسب البيان عبر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر عن أسفه لقرار المجلس الرئاسي تأجيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني معتبرا أن ليبيا لم يعد بإمكانها الانتظار دعا كوبلر في تصريح نشرة على صفحة البعثة على الفيسبوك إلى احترام الجداول الزمنية للحوار السياسي الليبي اعتبر أن الليبيين العاديين هم الذين يعانون عواقب التأخير حاثا المجلس الرئاسي على الالتزام بالجدول الزمني الجديد الذي أعلنه ضمان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت ممكن من جهتها قال أحد الموقعين على اتفاق السخرات أشرف الشح إن عدد الوزارات قد يتراوح من 22 إلى 24 وزارة وأوضح الشح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المحادثات ما زالت مستمرة لتحديد العدد النهائي للوزارات قائلا إن هناك اتفاق مبدئيا على 15 هيئة سيصدر فيها قرار من المجلس الرئاسي بعد تشكيل حكومة التوافقية يشار إلى أن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في السابع عشر من ديسمبر الماضي بمدينة السخيرات المغربية وضع جدولا زمانيا مدته شهر واحد من تاريخ التوقيع على الاتفاق لإعلان تشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة رحب الاتحاد الأوروبي بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة وصفا إياه بتطور الإيجابي باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن رقم 2259 وفي بيان صحفي دعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نتاليا أبوستولوفا اللجنة الأمنية إلى ممارسة عملها على وجه السرعة معتبرة أنه يجب على جميع الأطراف المعنية أن تسمح لها بتأدية مهماتها دون عائق وأشارت أبوستولوفا إلى أنه ستجري محاسبة من يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي أو ينتهيكون قرار مجلس الأمن المسكور مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني ودعم أولوياتها هذا ويبحث وزراء خارجيات الاتحاد الأوروبي الشأن الليبي من بين موضوعات أخرى في الشماع سيعقد غدا لإثنين ببروكسيل فيما ينتظر أن يصدروا خلاصات حول الوضع في البلاد حسب ملف إعلامي نشر على موقع المجلس الأوروبي يتوقع أن يؤكد الاجتماع جاهزية الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الاقتصادي والأمني لمساعدة في استقرار ليبيا وذكر الموقع أن الاتحاد الأوروبي كان قد عبر عن الاستعداد للعمل مع حكومة الوفاق الوطني بمجرد تشكيلها وتقديم دعم فوري ومهم في مجالات مختلفة سيجري تحديدها بالتشاور مع السلطات الليبية أفاد مصدر من ديوان مجلس النواب باجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر مع رئيس مجلس النواب عقيل صالح صباح اليوم في مدينة شحات وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن كوبلر سيجتمع أيضا مع عدد من أعضاء مجلس النواب موضحا أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مساعي المبعوث الأممي لتذليل الصعاب أمام المجلس الرئاسي من جهته قال عضو مجلس النواب جاب الله الشباني إن الاجتماع يأتي بهدف معرفة أسباب رفض بعض النواب للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالاتفاق من قبل المبعوث الأممي لأعضاء المجلس حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من أن من وصفهم بالمتطرفين العنيفين يؤدون إلى جعل نزاعات غير المحسومة أكثر تعقيدا كما يشاهد في ليبيا وسوريا ومناطق أخرى حسب وصفه في كلمة له خلال تقديم خطة عمل لمحاربة التطرف اعتبر عفوا كيمون أن التطرف ينتشر حين تنتهك حقوق الإنسان ويجري تضييق الفضاء السياسي وتجاهل تطلعات الناس وحين لا تتوفر الآفاق للشباب وأكد كيمون أن للمجتمع الدولي كامل الحق في التصدي لهذا الخطر عبر الوسائل القانونية داعيا إلى إهلا اهتمام خاص بمعالجة جذور المشكلة من أجل صياغة حل على المدى البعيد لتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي علي الدعيكي سيد الدعيكي بداية كيف قرأت تأجيل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه العيم الدين بداية أرى أن ما يجري في تونس هو محاولة من عدة أطراف وبمساعدة باعتة الأمم المتحدة لمحاولة ولادة صناعية لجسم مشوه حيث أن الأطراف التي وقعت على مسودة الاتفاق لم تكن لها زمام المبادرة على الأرض وبالتالي يجب الرجوع إلى المسار الصحيح في هذا المسار وهو الحوار الليبي لتشكيل حكومة وطنية تكون همها الوطن وليس همها المصالح طيب ماذا بشأن هذه الحكومة؟ سيد الدعيكي الآن هناك مهلة زمنية محددة هي 48 ساعة برأيك هل تتوقع أن يتمكن المجلس الرئاسي من الوفاء بالتزامه وأعلان تشكيل الحكومة خلال هذه المهلة؟ يا أخت إذا كان افترضنا حتى وإن رجعنا إلى المسودة الأممية التي فرضتها الأمم المتحدة فرض حيث لم تكن هذه المسودة مسودة وفاق لأن الوفاق يجب أن يكون بين الأطراف المتنازعة أو الأطراف التي بينها خصومة على شيء معين ويتم الوفاق بتنازل الأطراف كل حسب إمكانياته ولكن ما جرى في الصخيرات هو خروج مسودة من قبل الأم المتحدة ولم يتوافق عليه الأطراف التي كانت في الحوار طيب لم يتوافق الأطراف الموجودين في الحوار كذلك هناك رفض تواجهه الحكومة خاصة في طرابلس في حال أنه تم الإعلان فعلا عن هذه التشكيلة خلال 48 ساعة كيف تتوقع أن يكون عملها على الأرض؟ هو ليس الغرض هو خروج حكومة وتسمية مسميات كرئيس الحكومة أو كأعضاء هذه الحكومة ولكن أين ستعمل هذه الحكومة؟ إذا كان الأطراف الليبية الرئيسية وهي المؤتمر الوطني العام والبرلمان لم يوافقوا أو لم يوقعوا أو الأطراف المخولة بالتوقيع على هذه المسودة لم توقع على هذه المسودة إذن أنت تفرض حكومة على من؟ طيب هذه الحكومة سيدة دعيكي تحظى بدعم دولي مثلا الاتحاد الأوروبي يعلن الآن عن استعداده للعمل مع حكومة الوفاق وأيضا توفير دعم فوري ومهم بمجرد تشكيلها ذلك وفق وصفه في تقديرك إلى أي مدى بإمكان ذلك أن يقوي أو أن يدعم عمل هذه الحكومة على الأرض؟ في ظل ما تواجهه من عقبات؟ إن الهاجس الذي يخاف منه المجتمع الدولي هو نفس الهاجس الذي يخاف منه الشعب الليبي الشعب الليبي يريد دولة مستقرة كما نعرف نحن أن ليبيا دولة محورية في البحر المتوسط لها عمق في أفريقيا تمتلك من الثورات شعبها قليل العدد وبالتالي هذه دولة محورية بإمكانها أن تلعب دورة محورية في منطقة البحر البحر المتوسط والشرق الأوسط وبالتالي كما أن الشعب الليبي يريد دولة مستقرة ويريد أن يعيش بسلام أيضا المجتمع الدولي يريد أن تكون هذه المنطقة تتمتع بالأمن والسلام وبالتالي كل المساعي يجب أن تؤدي إلى هذا الطريق وحتى نسعى في هذا الطريق لا بد أن نجلس ونتحاور مع الأطراف المعنية بهذه القضية الأطراف المعنية بهذه القضية يوجدون داخل ليبيا وعلى الأمم المتحدة كما أن من أهداف الأمم المتحدة هي حفظ السلام وتوفير الأمن والاستقرار للشعوب العالم الشعب الليبي جزء من هذا العالم ويجب على بعثة الأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة أن تعمل على إجلاس الليبيين ومساعدة الحوار الليبي الليبي للتوصل إلى قيام دولة مستقرة آمنة تنعم بالسلام والأمن وبالتالي ينعكس هذا الأمن والسلام على بقية العالم الآخر ومحاولة تكوين جسم غريب وغير شرعي هذا لا يمكن أن تكون له أرضية عن الأرض الليبية النشطة السياسية علي الدعيكي كنت معنا عبر الأقمال الصناعية من طرابلس شكرا جسيلا لك قتل أحد مقتلي مجلس شورى ثوار بنغازي يوسف الجمل في اجتباكات وقعت السبت بمحور سيدي فرج في مدينة بنغازي بحسب ما أفد به مصدر من المجلس يأتي ذلك فيما نعت كتبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس الشورى مقتل الجمل مؤكدة أن مقاتليها ماضون في معركتهم حتى تحرير بنغازي وتأمينها بحسب وصف بيان صادر عن شهداء ليبيا الحرة إلى درنا حيث أفاد مصدر من داخل المدينة فضل عدم الكشف عن هويته بإصابة ثمانية من مقاتلي المجلس وشباب الأحياء المساندين له على إثر الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم بين المجلس وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بمنطقة الأربعمية والصالات في حي الساحل الشرقي وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه الاشتباكات جاءت عقب شن مجلس شورى مجاهدي درنا لهجوم على بعض المواقع التي يتمركز فيها التنظيم هناك كما أكد مصدر صحفي من داخل المدينة مقتل مواطن وإصابة آخر جراء سقوط قذيفتها هنا على منزلهم في حي الساحل الشرقي قرب مسجد فاطمة الزهراء وأشارت مصادر محلية بالمدينة إلى أن القذيفة أطلقت من قبل عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة متمركزين بمنطقة الأربعمية ومرتفعات الفتائح المطلة على الساحل الشرقي في سياق آخر أعلن مركز شرطة درنا عن فتح باب القبول للرغبين الانضمام للمركز وذلك عبر تقديم طلباتهم إلى مكتب الشؤون الإدارية في المركز وأشار مركز شرطة درنا في إعلانه إلى أنه على المتقدمين أن يكونوا من ذوي الخلق الحسن وأن تكون أعمارهم بين الثمانية عشر والأربعين مضيفا أن المتقدمين سيلتحقون بدورات للتدريب والتأهيل بعد انضمامهم أعلن المكتب الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار التابعة لرئاسة أركان مجلس النواب عن قيام السرية البحرية التابعة للغرفة بالقبض على سفينة أبيلا ترفع علم دولة باناما بالقرب من سواحل منطقة راس الهلال وأضف المكتب الإعلامي للغرفة عبر صفحته الرسمية أن السفينة كانت تحمل حمولة غير مطابقة للمواصفات وخالفت التعليمات والقوانين الدولية مشيرا إلى أن طاقم السفينة يضم أحد عشر سوريا ثلاثة هنود وقد تم التحفظ عليهم أكد مدير مستشفى محمد لمغريف فرج قدربوه وفات الطفل محمد الزواوي في أحد مستشفيات بنغازي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في تفجير بوابة راس لانوف في سابع من الشهر الجاري من جهته قال المتحدث باسم الهلال الأحمر فرع جدابيا منصور عاطي إن أحد جرح تفجير بوابة راس لانوف من منتسبي حرس المنشآت النفطية توفي متأثرا بجراحه قبل يومين مشيرا إلى هدوء الأوضاع داخل المدينة مع وقوع اشتباكات متقطعة في الساعات المتأخرة أكد رئيس المجلس المحلي سرة عبد الفتاح السيوي إقدام ما يعرف بتنظيم الدولة على تصفية الشاب ميلاد أحمد بورغيبة رميا بالرصاص أمام عدد من المواطنين وذلك قبل صلب جثمانه بجزيرة الزعفران وأضف السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التنظيم اتهم الشاب بالتجسس والانتماء لعملية فجر ليبيا هذا وكان التنظيم قد شن حملات اعتقال واسعة ضد معارضي وجوده في المدينة كما أصدرت المحاكم التابعة له عددا من الأحكام بالقتل على عدد من المحتجزين هذا وأفاد السيوي بأن ما يعرف بتنظيم الدولة أعطى مهلة يومين للمحلات التجارية للتحقيق في سدادهم لما أسماه الزكاة الواجبة على محلاتهم وقال السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن التنظيم يعرض العديد من العمارات السكنية والشقق الشاغرة التي تعود ملكيتها للدولة في المدينة للبيع بعد أن هجرها أهلها بمبلغ 30 ألف دينار وأكد السيوي أن هذا الإجراء يدل على احتياج التنظيم للسيولة النقدية أمهل المجلس العسكري ورشفانة التجمعات المسلحة والتي تنشط على أطراف المدينة أمهلها 72 ساعة لمغادرة المنطقة وفق ما أفاد به رئيس المجلس العسكري ورشفانة عبد العالي الشيباني وأشار المجلس العسكري في بيان له إلى أن هذه التجمعات تحاول زج منطقة ورشفانة في حرب الغرض منها دخول العاصمة ترابلس مؤكدا أنه لا يصبح لأي انتشار عسكري إلا بمجب قرار من القيادة العامة للجيش التابعة لمجلس النواب مطالبين إياها باتخاذ ما يلزم حيال ذلك من إجراءات كما دعا المجلس جميع المشائخ ووجهاء المدينة والقادة العسكريين إلى سحب أبنائهم من هذه التجمعات مؤكدين أن الحوار هو الخيار مطروح نشتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل الأرصاد الجوية تتوقع استمراره طول أمطار مصحوبة بالرياح على أغلب مناطق البلاد خلال الأيام القادمة المجلس الرئاسي يؤجل الإعلان عن تشكيلة الحكومة لـ 48 ساعة وكوبلر يحث على الاتزام بالجدول الزمني الجديد وضمان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع عقيل صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب أسباب رفض بعض النواب للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عسكري ورشفانة يمهل تجمعات المسلحة 72 ساعة لمغادرة المنطقة ويحذر من محاولات الزج بورشفانة في حرب لدخول طرابوس أهلا بكم من جديد أكد رئيس مركز التحري والضبط بمركز شرطة القرضة بسبها يحيى شوائل استمرار عمليات السطو المسلح على السيارات وتهديد الأمن من قبل عناصر خارجة عن القانون في المدينة وضف شوائل أن هذه العناصر تقوم أحيانا بقطف المواطنين معتبرا أن الانفلات الأمنية بسبها يأتي نتيجة لعدم تعاون وزارة العدل بحكومة الأزمة وعدم تفعيلها لدور النيابة كما أرجع شوائل تدهور الوضع الأمني إلى غياب الشرطة القضائية وخلو المدينة من السجون إضافة إلى توفير الغطاء الاجتماعي للمجرمين واللجوء إلى الطرق العرفية في حل المشكلات اختتمت بمدارس زليتن الحملة الوطنية للتحصين المدرسي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي والتاسع من العام الدراسي العام 2016-2017 وقال مدير الرعاية الصحية بزليتن صلاح الزروق إن خمس فرق مقسمة على خمس مناطق إدارية تغطي بلدية زليتن زارت خلال الحملة 138 مدرسة وأشر الزروق إلى أن إجمالية عدد الجرعات المعطات بالكامل بلغ 233 ألفا واثنتين وأربعين جرعة منوها إلى أنه على أولياء أمور التلاميذ الذين لم يحصلوا على التطعيمات التوجه بهم إلى المراكز الصحية يوم السبت من كل أسبوع وفي أسرع وقت لتلقي التطعيمات اللازمة أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن مناطق الشمال تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ستكون مصحوبة بحبات من البرد على مدن الجبل الأخضر وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح شمالية غربية تصل سرعتها من 60 كم في الساعة مشيرا إلى حالة التقص في أغلب مدن الجنوب سيكون صافيا بشكل عام لتفاصيل أوفا ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الأرصاد الجوية علي بخريس سيد بخريس بداية ما هي توقعات لحالة التقص خلال الساعات القادمة؟ مساء الخير لك وإلى كل المشاهدين الكرام كما ذكرت تمر ليديا بطاق اللغة الجوية نتجه عن تكوّل منخص القوية على المتوسط حاليا يتحرك بتجاه الشرق تأثيرها حيكون تأثير مباشر على الخليج ومناطق الشرقية برياح قوية تكون مثيراً أكيداً على الدواصل تسبب في غبوطة وإنفطية تقصد حيكون بارد خاصةً على المناطق الجبلية وأمطار تشمل مناطق الساحل خاصةً الساحل الشرقي سيكون الهطول على هيئة عنظار وحبات البرد ومن المتوقع الهطول للتلوج على الجبل الأخرى المنخص يتحرك تدريجياً بجاه الشرق وما زالت وضعية الهطول تشمل معظم المناطق خاصةً مناطق الشرقي بالنسبة للتوقعات اليوم تبدأ الريح تدريجياً تهدأ بالنسبة للمناطق الغربية على الساحل وممتد مراسج ديرت حتى الخليج إذا تحرك هذا المنصف غداً مساءً تتحسن الرياح على المناطق الغربية لكن مناطق الشرق ليبيا نزالت الرياح قوية تتراوح سرعتها من 50 إلى 80 كلمة الساعة تساعد في انخفاض درجات الحرارة حيث من المطهر درجات الحرارة على المناطق الشرقية تتراوح من 12 إلى 16 درجة تتزاوز 6 درجات في فترات النهارة على مناطق الجبل الأخضر وتنخفض ليلاً إلى درجتين أو 3 درجات بالنسبة لمناطق الجبل الأخضر طيب سيد بخريس فيما يتعلق بهذه الطبيعة من التقص الآن هل هناك أي مخاوف على سلامة المواطنين؟ نحن نحضر سائقية المركبات أخذ الحيطة والحضر أبرد طرقات العالمة لما في بعض المناطق ستكون إلى معدومة نتيجة للأتربة المتارة إضافة إلى توقع حطول حبات البرد أو التلشة بالتالي ينبخ سائقين المركبات لأخذ الحيطة والحضر ولكن نوعاً ما الموضعية تعتبر ليست بالخطيرة ولكن ضرورة أخذ الحيطة والحضر خاصة سائقين المركبات خبير الأرصاد الجوي علي بخريس أشكرك جزيلاً كتماعاً عبر الهاتف من طرابلس إلى العنوين المجلس الرئاسي يؤجل الإعلان عن تشكيلة الحكومة لـ 48 ساعة وكوبلر يحص على الانتزام بالجدول الزمني الجديد وضمان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع عقيل صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب أسباب رفض بعض النواب للانتفاق السياسي المواقع في السخيرات عسكري وشفانة يمهل تجمعات المسلحة 72 ساعة لمغادرة المنطقة ويحذر من محاولات الزج بوشفانة في حرب لدخول طرابلس دبتو في أمان الله ورعاية اشتركوا في القناة